أهلا بحضراتكم بعد الفاصل النهاردة معنا ضيف هو ضيف عزيز علي وكان لعيب كبير قوي كان نجم من نجوم كرة القدم المصرية ولو تبصوا كان ليه بصبه في كرة القدم لما تبصوا هو ما بدأش في النادي الأهلي هو بدأ في مصنع 36 ومصنع 36 ده كان شوكة بالنسبة للنادي الأهلي ولكن لكم كل صراحة واللي شافه هيتذكره هيتذكر أهدافه ومشواره كان كبير في كرة القدم المصرية الكلام ده كان خارج النادي الأهلي كان بيلعب في مصنع 36 وكان لعب مميز وكان عنده خضرات بدنية عالية جدا وفنية وعالية المستوى اشبال لكم الكلام ده كده لا لو فعلا أنا كنت بحس بيه في ملعب لأن فيه فترة من فترات لعب تحتي على طول وبيفهم لعب كان زاكي جدا في الملعب وبعد كده انضم المنتخب القوم المصري وفريقه يعني ما شوه بقى لعب يتضم المنتخب المصري وفريقه في الدرجة التانية ده تقول عليه إيه وده كان من النوادر ومن القلائل جدا اللي بينضم لاعب بيلعب فيه درجة تانية منتخب مصر وأساسي وكان بيلعب في وسط الملعب وكان من الناس اللي هي ايه كانت عالية جدا وعملاق في مكانه وفي مركزه وتقلقه مع المنتخب لفت أنظار عنديه كتير جدا وخصوصا كان نادي الزمالك أنا بقول لكم بقى السيرة الزاتية بتاعته يعني عارفيني إيه السيرة الزاتية بتاعته حتى أن الرئيس حتى الكابتن حسن حلم رحمة الله عليه شافه كابتن زمورة شافه وكان بروح تفرج على مبارياته وكان بيلعبه ستة وثلاثين كان بيلعب في نادي الترسانة قال لك الله هو فيه إيه اللعب ده ماله ده لعيب جامد قوي وطلب الكابتن زمورة من نجمنا لانشان يضمه لنادي الزمالك بالفعل كان قريب قوي قوي لأن بلوكوا حتى الكرة دي أرزاء سبحان الله وبالفعل كان قريب جدا من نادي الزمالك ووصلوا عرض من نادي الزمالك لكن المسؤولين في النادي الأهلي على طول فكروا فيه وعرضوا عليه عرض أن ينضم للنادي الأهلي هو عشان من أسرة كراوية أهلوية انضم قال لك لا هنضم للنادي الأهلي نازل ما قال لك كده احنا قال لك لا 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 خلاص كل العروض اللي جات له ورفضها جالوا الترسانة وجالوا الإسماعيلي وجالوا أندية كتير جدا لكن هو وقع النادي الأهلي داخل القرار جواه بدون شروط قال لهم قادي وهو مضى مضيط بدون شروط ومع الأهلي بدأ مسيرة مسيرة جديدة خالص جديدة في حياته هل هو لما كان بيلعب في مصنع ستة وتلاتين إزاي كان بيتعامل مع اللاعبين إزاي الناس كان بيتعامل الفرق الدرجة التانية هل لقى فرق كبير في المعاملة بين النادي الأهلي وبين مصنع ستة وتلاتين ووصل تقلقه مع المنتخب وكان ليه مباراة كبيرة جدا ومعروفة لعب فيها دور كبير جدا في البطولة سواء في أمم أفريقية أو في الألعاب الأفريقية ومازالنا بالحد هذه اللحظة احنا بتتذكر مبارياته لما واجه الأهلي فريق كوزموس الأبريكي كان فيه بيكنبور كان فيه بيليه وكان فيه نيسكنز وكان فيه لعيبة كتير جدا عشان كانوا جمعوا نجوم العالم كلها وراحوا لعبوا في أمريكا وبدأوا يلفوا عشان يخلوا شوفوا الناس بتفكر إزاي شوفوا الناس بتفكر إزاي جابوا نجوم العالم زي ما الصين بتعمل دلوقتي وزي ما السعودية بتعمل كل الناس بتعمل كده دلوقتي بيجيبوا النجوم القديمة اللي هي نجوم العالم كلها وبيلعبوا في الدور الأمريكي ونزلوا على الشرق الأوسط لعبوا مباراة مع النادي الأهلي ودي لينا فيها سولات وجولات كتيرية هنتكلم معا لإن احنا الاتنين لعبنا المباراة وكان ليها ظروف غريبة جدا كان مباراة كوزموس الأمريكي دي هو تقلق فيها قوي ومبارياته في كأس مصر ضد المقاولين العرب وضد الإسماعيلي وغيرها وحقق بطولات كتير جدا مع الأهلي أماها أول لقب في الدوري كان أبطال دوري إفريقيا سنة 82 وده طبعا ده غير الدوري والكأس وكانت مشكلته أنه كان بيعاني من إصابة يعني بعد ما حقق الإنجازات دي كلها أنه كانت مشكلته كان بيعاني من إصابة والإصابة دي كانت في العضلة الخلفية نقول لكم الإصابة دي إصابة لعينة بالنسبة لعيب كرة القدم وخاصاتها بتبقى في المفاصل أو في العضلات الأساسية زي العضلة الأمامية أو العضلة الخلفية أو عضلة السمانة سأله طبعا على الرجبة فدي بتبقى باللعيب كرة يا يكون أو لا يكون المهم الإصابة دي حرمته من الإصمرار في الملاعب وهو في سن 28 سنة زمان كان يلعبا بيقصة في 20 سنة يقول لك إيه ده ده كبر قوي لازم يبطل لا هو كان عنده بعد قرار اعتزاله ما فكرش كتير إحنا أحياناً ملعيب كرة بيبطل بيفكر هيخش التدريب هيخش الإعلام هيخش يبقى إداري هيخش الشغل الخاص أو أو لا هو ما فكرش هو خد طريقه في التدريب وبدأ التدريب في قطاع ناشئين النادي الأهلي وبعدين ثم الفريق الأول وبعد كده درب فرق كتير قوي في الدور العام زي أسوان والألمونيوم وإنبي وبتروجيت وبترول أسيوت وبلدية المحلة وغيرها ضيفنا النهاردة هو واحد من العشاق للنادي الأهلي ولكن ضحى عشان يدخل النادي الأهلي رغم أن كان فيه عقود أكبر وأقوى من العرض اللي جات له في النادي الأهلي إنما قالك لأ أنا هروح النادي الأهلي إن النادي الأهلي ده حياتي وماضى مع النادي الأهلي وفضل مع النادي الأهلي لعب كرة بطل لعيب اشتغل في التدريب وليه مفاجآت كتير جدا مش عاوز أحرق الكلام ده كله هو نجمينا النهاردة الكابتن رمضان السيد نجمي النادي الأهلي السابق والمدرب الكبير في كرة النصرية ترجمة نانسي قنقر